السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة سلطان عمان السلطان قبوس بن سعيد وإليكم التفاصيل لقد أعلنت تلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر وفاة السلطان قبوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح السبت وجاء في بيان ديون البلاط السلطاني ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له السلطان قبوس بن سعيد بن طيمور الذي اختاره الله إلى جواره مساء الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادة الأولى لعام الف ربعمية واحد وربعين الموافق العشر من يناير لعام الفين وعشرين وأشار ديوان البلاط السلطاني إلى أن السلطان قبوس قاد نهضة شامخة أرساها خلال خمسون عاما منذ أن تقلد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام الف تسعمية وسبعين وبعد مسيرة حكيمة مذفرة حافلة بالعطاء شملت عمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأصفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة وحكم السلطان قابوس تسعة وسبعين عاما سلطنة عمان منذ توليه السلطنة عام الف تسعمية وسبعين حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلفا له ويقول النظام الأساسي لسلطنة عمان الذي تم وضعه عام الف تسعمية ستة وتسعين إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال ثلاث أيام من خلوه العرش وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العرية ورئيسي مجلسي الدولة والشورى تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة إن لله وإن إليه راجعون إن لله وإن إليه راجعون نسأل الله للفقيد الرحمة والمغافرة ولذويه وأهله الصبر والسلوان والشعب العماني الحبيب الشقيق الصبر والسلوان اللهم أمين يا رب العالمين وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته